بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم استاذ ياسر محمد نجيب في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو اللي 24 من سلسلة شرح بردمج المايكروسوفت وورد وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم تصميم المنحنة والرسوم البيانية من اعداد استاذ ياسر محمد نجيب البداية لشان تدرج اي منحنة بتفتح بردمج الورد سواء عايز تستخدم الورد اولاين او الورد العادي بعد كده بتضغط على انسيرت ومن انسيرت هتاخد شرط عندك مجموعة من الاشكال اللي هي مخترحة علشان تقدر انك تنفز عليها التصميم بتاع المنحنة بتاعك اللي انت عايزه افضل الاشكال ديت هي الاعمدة والخطوط والدوائر هنشرح مثال لكل واحد منها كل واحد من الاشكال ديت بيكون له استخدام خاص حسب البيانات اللي انت عايز تعرضها وايه الهدف اللي انت عايز تعمله من المنحنة على سبيل المثال احنا هنضلك دلوقتي منحنة هنقول له احنا عايزين اعمدة طب هل انت عايز عمود واحد ولا اعمدة مختلفة طبعا انت ليك الحرية في اختيار ايه اللي انت عايز تعمله لو انت عايز اعمدة مختلفة هنستخدمها في النموذج ده على سبيل المثال انا ممكن اخد هنا بان الشكل ده انا عايزه في التفرقة ما بين مناطق سكانية مختلفة وهنعمل نموذج بي الشكل ده لزيادة سكانية ورصد الزيادة السكانية ما بين كذا محافظة ايه الاجمالي بتاع المحافظات ديت فيظهر بلون ايه النسب الزكور في المحافظات ديت فتظهر بلون تاني وايه النسب الاناس فتظهر في بلون تالت على سبيل المثال انا هاخد اسهل شكل فيهم حاليا وهو الدايرة هقول له اوكي هينزل الشكل بيبدأ انه يفتح لك ملف اكسل فرعي الملف ده بيطلب منك انك تدخله البيانات طيب انت دلوقتي عايز ايه هي الاصناف اللي انت مسلا عايز تعملها في الدايرة ايه الاشكال بتاعتها على سبيل المثال لو انت عايز اقل هتبدأ انك تحرك الاصناف ديت ان انت عايز اتنين بس طب لو انت عايز اكتر هتبدأ تحركها لاصناف زيادة حتى ايا كانت الزيادة اللي انت عايزها بعد كده بتبدأ انك تختار على سبيل مسلا هعمل اتنين هاختار واحدة منهم المسميات بتاعتها هكتبها فهقول مسلا ان المسمى بتاع الاولى المجموعة رقم واحد وبالنسبة للون التاني هناخده المجموعة رقم اتنين طيب انت عايز تسمي العنوان بتاع الرسمة دي ايه تقدر بقى انك تحط اي اسم هنا على سبيل المسال هحط مجرد ما انت ما تقفل هتبدأ ان الرسمة خلاص البيانات بتاعتك انت نزلت عليها لو انت عايز تحرر البيانات دي تينات كشكل عرضة او كلون عرضة تقدر انك تضغط هنا فتختار ما بين مجموعة من الاشكال المختلفة اللي انت تقدر بقى انك تعرض عليها النسب ايه هي تقدر انك تحتر ايه هو اللون ده كان اللون افتراضي انت تقدر بقى انك تلعب فيه اللون سواء انت عايزه بألوان مختلفة زي دي او انت عايزه بألوان واحد او درجات اللون واحد زي ما انت بتعمل هنا انت حر فيه التصميم بتاعك طيب التصميم ده هتقدر بقانك تدي له توسيط علشان يكون موجود في وسط الصفحة تقدر بقانك بعد كده أنا كتبت نسبة غلط وعايز عادلها كليك يمين وبعدين ايد الداتا فيتفتح لك الملف بتاع الداتا مرة تانية ده تصميم المنحنة هنعرف لحضراتكم دلوقتي مجموعة من المنحنية اللي احنا صممناها علشان نوريكم الافكار المختلفة بتاعتها على سبيل المثال في الورقة الاولى هناخد منحنة بقار ما بين اعداد السكان في اربع محافظات مصرية الاربع محافظات مصرية ديت اخدنا ببيانات بتاعتها من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والارقام ديت وفقا لاحصاء 1-7-2019 كانت موجودة في التقرير هتلاقوها من صفحة 1 لصفحة 40 عملنا مقارنة ما بين اربع محافظات محافظة القاهرة محافظة اسكندرية الدهلية الشرقية يبقى يباني العدد الاجمالي باللون الازرق مجرد ما ما بعدي عليه بيظهر لك اللون بتاعه كان بالزبط بعد كده عندي الزكور بينين بالرون البرتقالي فبقدر ان احدد اي واحدة فيهم اوقف على اي واحدة فيهم فيظهر لك العدد بتاعها بعد كده اللون بتاع الاناس بيظهر لي بيه اللون الرصاصي يبقى انا دلوقتي قادر باني اتعامل مع بيانات مختلفة فانا مقسم كل مدينة كمجموع الداتا فكل عمود فيهم بيمسلي شيء معين في الداتا المتعلقة بالمدينة دي طيب لو انا كنت عايز اخد البيانات ديت بشكل اجمالي مش عايز نسب الزكور ونسب الاناس انت تقدر بقى انك تاخد الشرط اللي هو الفردي وبعد كده تعمله تعديل وتحدد له ان انت عايز عمود واحد بس فابدأ انه ياخد لك عمود واحد بس طبعا احنا في الحالة دي هنحرك الجانب ده فاصبح هنا عندك مجموعة من الاعمدة لنفرض بان ديت الاربع محافظات فعندك الاربع محافظات كده مثلا ظهر لك العدد اجمالي بتاعها او نسبة الزكور او نسب الاناس اللي انت حسب اللي انت عايزه يبقى ده الشكل الاول لاشكال المنحنة تقدر انت تحدده وفقا للداتا اللي انت هتجمعها في البحث بتاعك بالنسبة للمنحنة التاني عملنا منحنة بيكون بيوضح ايه هي الغازات المكونة للهواء فجبنا تقرير اخدنا منه موقع موضوع دوت كوم اخدنا منه ايه هي نسب الهواء الموجودة فلاقينا بان نسب النيتروجين هي النسب الاعلى نسب الاكسجين هي النسبة الاقل منها نسب بقية الغازات هي نسبة المحددة بالرصاصي طبعا تقدر بانك تدخل في الشرط ديزاين او في الفرمات وتبدأ انك تعدل في الالوان بتاعتها او خصاص بتاعتها عايز تدخل من هنا كاختصار اختار اللي انت عايزه واختار الشكل اللي انت شايفه مناسب ليك ده شيء يعني اختلف من واحد للتاني حسب زوء كل واحد فينا طيب طبعا مجرد ما توقف على اي واحدة فيهم يعني مثلا النيتروجين هيظهر لك النسبة بتاعته 78 فاصلة كسر بالنسبة لي الاكسجين هيظهر لك انه 20% فاصلة 9 من 10 بيئة الغازات هيظهر لك بانها واحد فاصلة كسر النوع التاني من المنحنيات منحنة بيوضح لك الارقام بشكل محدد مش شرط باني احطه اعمدة ممكن احط خطه وابدأ اني اوضح الارقام عليه على سبيل المثال احنا اخدنا مجموعة من البيانات المتعلقة بحالات الاصابة بتاعت فيروس كورونا المستجد جمعناها ما بين صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري زائد وزارة الصحة واللي هي موجودة على الفيسبوك بيعرض لنا رسمة بتعرض بشكل يومي ايه نسب الحالات الزيادة ايه نسب ايه عدد الاصابات ايه عدد الناس اللي تم شفاءهم هي نفس الفكرة اللي بتعرضها وزارة الصحة والسكان ولكن هنا مركز المعلومات بيبدأ انه يعرضها كمنحنة طيب انا هاجي واخدت الارقام ديت ببدأ اني احطها في الشرط بتاعي طبعا هنا بيبدأ انه يبدأ لك بالمنحنة بتاعك من يوم تلاتين ابريل الى اربعة مايو بيبدأ انه كل يوم بيبدأ لك في رصد حالات الاصابة الجزئ ده احنا اخدرناه لشرح الجزئية ديت لمحاولة توعيد ابنائنا الطلاب بضرورة الحفاظ على صحيتهم البقاء في المنازل قدر المستطاع وبقى انك ما تنزلش من البيت الا لحالة ضرورية فاخدنا الارقام الده اللي ديت وعملناها في شرط طيب انا دلوقتي عايز احط الشرط ما بين تلات حاجات حالات الاصابة حالات الوفاة حالات العامة للوفاة بدأنا بانينا نجمع الداتا المتعلقة بكل واحدة فيهم نصدناها في جدول وبعد ما حطينا الجدول ده بدأنا بانينا نحط نسب الوفايات باللون البرتقالي زي ما هو موضح في مفتاح الشرط نسب الحالات الجديدة بتبدأ انها تتعرض بشكل منحنى اللي هو ظاهر قدام حضراتكم باللون الازرق نسب اجمالي الوفايات بتظهر قدام حضراتكم باللون الاصاصي فبيبقت بيبدأ انه كل منحنى بيبدأ انه يطرح لك ايه الفكرة اللي موجودة منه ديت اكتر تلات منحنيات او اكتر اربع اشكال انت بتقدر تستخدمها في المنحنيات حبينا هنا بانينا نشرح لكم ازاي تقدر تعمل المنحنى علشان تقدر تصمم المنحنى بتاعك بكل بساطة على الكمبيوتر شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع ابنائنا كل التوفيق اشتركوا في القناة